المزيد من المتابع حول جهود مصر لإجلاء المصريين والرعاية الأجانب من السودان ينضم إلينا من أمام معدية معبر قسطل البري الزميل مصطفى سعد مراسل دي أم سي مصطفى آخر الأوضاع لديك حيث أنت في معبر قسطل حيث يتم إجلاء المصريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى وماذا عن كل سبل الخدمات والرعاية التي تقدم للجميع نعم دينا حتى هذه اللحظة مستمرة مجودات الحكومة المصرية في عملية استقبال الوافدين والعابرين عبر المعبرين الأساسيين البريين الذي أكدت عليهم وزارة الخارجية معبر قسطل ومعبر أرقين ودخول الأشقاء السودانيين والجنسيات المختلفة والمصريين بمساعدة الحكومة المصرية والمساعدات الكبيرة التي تقدمها من خلال الوزارات المعنية بهذا الشأن وزارة الخارجية وزارة الهجرة وزارة الداخلية وزارة الصحة والسكان التي تقدم الكثير والكثير من الخدمات الطبية المتميزة وأيضا العيادات المتنقلة عبر المعبرين والكثير من الأدوات والمواد الطبية التي تستلزم داخل المعبرين وأيضا الكثير من الأطباء التي دفعت بهم بالقرار الجديد وزارة الصحة دفعت بأطباء جدد اليوم لعمليات الدعم النفسي لكل العائدين والوافدين من الحدود السودانية وأيضا التعاون الكبير الذي يتم ما بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو ومنظمة شؤون اللجيئين والكثير من المنظمات العربية والمحلية والدولية ما بين هذه المنظمات والدولة والحكومة المصرية يقوم تعاون كبير لمساعدة هؤلاء العائدون والوافدون إلى الحدود المصرية في كل التحركات وفي التسهيلات وفي إزالة العقبات أمامهم عند الحدود وعند الدخول إلى الحدود المصرية ومن ثم إلى معبر قسطل ومن ثم إلى هذه المعدية التي أتواجد بها ثم إلى مدينة أبو سنبل ثم إلى المقاصد إلى محافظات الجمهورية ما يقرب من 67 ألف حتى هذه اللحظة دخلوا إلى الحدود المصرية من الأشقاء السودانيين وما يقرب من 6000 من الجنسيات العربية والأجنبية وأيضا 7800 من المصرية دخلوا إلى الحدود المصرية والكثير والكثير من المجهودات التي تقوم بها الحكومة المصرية والدعم الكبير والقرارات السريعة والجديدة التي قدمتها الحكومة المصرية وتقدمها لمساعدة كل العائدين ومساعدة كل المفيدين هنا في الحدود المصرية نعم سواء من المصريين أو غيرهم من الجنسيات الأخرى تفاصيل وافرة قدمتها لنا مصطفى سعد مراسل دي أم سي من أمام معدية معبر قسطل البري شكرا لك